ثم الاتنين المصطلح المتعارف عليه والمألوف لدى المسيحيين هي طبعا من كلمة الله أنه الكنيسة هي جسد المسيح شو يعني جسد المسيح؟ يعني أصبحنا أعضاء عظم من عظمه ولحم من لحمه وهو مكتوب فإذ اشترك في اللحم والدم اشترك فيهما أخذ جسد مثلنا معد الخطيئة فصرنا جزء من جسد المسيح وهذا الجسد أحبائي هو يتكون من الرأس والرأس كما يقول الكتاب المقدس بكل وضوح أن الرأس هو يسوع المسيح الجسد هو المؤمن بالرب يسوع المسيح الأعضاء بغض النظر عن أهمية العضو مش كل الأعضاء هي عين ولا إيد فحتى الأعضاء البسيطة في جسدنا بتكون جسد هذا الجسد هو جسد المسيح على الأرض هذا الجسد يعني رأسنا في السماء لأنه المسيح هو الرأس يعني عايشين في السمويات لكن إحنا على الأرض منقوم في كل المهام وكل الأمور لالله يعني استأمننا واستثمر فينا أنه نخدم شعب الرب على هذه الأرض ونكون طبعا نور لهذا الشعب